اشتركوا في القناة موجود في جمهورية مصر العربية وغير موجود النهاردة عندنا موضوع من اهم المواضيع اللي بتشغل بال الشباب هنتكلم تحديدا عن فئة الشباب خريجي الجامعات اللي هو بيتخرج من الجامعة مستني ومعتمد ان هو لازم الدولة توفر له وظيفة عايزين نجيب لهم وجهة نظر شاب مصري ما استنياش وربط نفسه بموضوع ان هو يستني لازم يجيلي وظيفة ولازم الدولة توفر لي ولازم اشتغل في مجال دراستي فكر وكرر وبدأ وقال انا لازم ابدأ مشروعي الخاص اللي اقدر بيه اعتمد على نفسي ومحسبش على دولتي عاطل النهاردة عندنا شاب من انجح الشباب كرر وبدأ بالفعل واسبت نجاحه كرر واختار مجال بعيد تماما عن مجال دراسته كرر ان هو يبدأ عمله الخاص اللي بيه قدر ينجح اختار مجال المياه اللي هي طبعا زي ما كلنا عارفين بتعد وبتعتبر العامل الرئيسي والاساسي في حياة جميع البشرية سواء كان انسان او نبات او حيوان انا طبعا مش هحرق لكم مفاجأة وهسيب الديف هو اللي يتكلم عن نفسه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نحب نتعرف من حضرتك كده كشاب مصري سنك صغير وناجح واسبت نجاح في مجال المياه نحب نعرف الاول مين حضرتك انا اسمي حمد حسين خريج تربية رضية دفعة 2009 موليد 88 صاحب شركة وطر جروب لفرقات المياه وصاحب شركة اي امتي وصاحب شركة رحيا جروب طبعا حضرتك خريج كلية تربية رياضية عايزين نعرف الفكرة دي جيت لحضرتك ازاي انك تبدأ عملك كصاحب شركة وطر جروب وايه علاقتها بتربية رياضية او ازاي بدأت دكارات تعمل كده ازاي هي عملاش اي علاقة انا وانا في كلية كنت شغال في شركة ابحاثة سوئية فكان شغلي الاساسي التسويق فبعد ما خلصت كلية قررت اللي انا ابدأ اشتغل في الفلاتر عشان في الساعة ربعة كلية جات لي وظيفة مدير تسويق في شركة فلاتر اشتغلت في شركة الفلاتر دي بدأت منها لانا اتعلم يعني ايه فلتر ازاي لانا ابيعه او كده لما خلصت كلية قلت لانا اعتمد على نفسي وابدا اعمل حاجة نفسي تمام يعني بس كان الكلام ده كانت 2009 تمام ممكن تعرفنا اكتر ايه هي مجموعة ووتر جروب يعني تعرفنا اكتر عن الموضوع ده هي الشركة عندي بدأت 2009 تمام كنت بدأت طبعا شركة زغيرة بس الحمد لله ربنا قرمني بدأت اشتغل في السوق اكتر فبع عندي شركة السنة اللي فاتت فتحت شركة تانية والسنة اللي قبلها فتحت شركة تالتة ودلوقات شغال يعني جملة وانديوزر مستهلك تمام الشركات دي مقراتها فين هل في محافظة واحدة اسكندرية اسكندرية بتغطي اسكندرية وبحيرة محافظة اسكندرية هل حضرتك بتفكر في الفترة الجاية انك تتوسع وتنشئ اكتر من شركة في مثلا قبضة القاهرة اه انا ان شاء الله ان شاء الله الشهري ده بفكر انا افتح في القاهرة باذن الله ان شاء الله بالتوفي باذن الله تمام حضرتك شايف شركتك فين بعد كم سنة والله طبعا دي حاجة بتاعتربنا فبس ان شاء الله يعني الفترة الجاية انا عايز اغطي كل المحافظات يعني اعايز اغطي اكبر كم من المحافظات يعني بإذن الله هفتح في القاهرة وبعد كلا هبدأ أخش على خط طنطة وضميات والمنصورة حضرتك بتفكر في يوم الأيام أنك ترجع تاني لحضن الأم اللي هو دراستك ككلية تربية رياضية والله خلاص قررته واتجهت المجال الفلاتر لا خلاص قررته واتجهت المجال الفلاتر ومكمل فيه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طب حضرتك في البداية بداية نشأتك للشركة بدأت في حاجة تانية قبلها ولا كانت أول تجربة لك كانت تجربة نجحة إنك بالفعل بدأت في موضوع الفلاتر لا أنا اشتغلت قابليها كذا شغل بس كان شغلي كله تسويق يعني كنت بقى كل شغلي بيعهم بالضبط كلا بس اشتغلت في شركة أبحاث تسويقية دي كي بتعمل أبحاث عن المنتجات موجودة في السوق ودي هي يعني اللي علمتني كتير في التسويق حضرتك شايف إن أي شاب دلوقت يمكن يقدر يبدأ يعمل مشروع خاص وينجح تأدي النصيحة للشباب لأ يعني أنا شايف الأفضل اللي أنا دور على حاجة أعمل بينها حاجة لأن البلد مش تقف توفق لكل الناس شغل فالطبيعي اللي أنا دور على شغل ما فضلش قاعد مستني شغلي يجيلي حد عني حضرتك مثال مشرف للشباب ربنا يخليك يا رب هل في شخص شجع حضرتك إنك تختار موضوع الفلاتر ده أو وقف جنبك أو كان شريك لك في البداية أو حاليا فيه شريك أو لا حاليا ما فيه شركة في الشركات التانية أما ووتر جروب لا يعني معي شركة في AMT وفي الحياة أما ووتر جروب دي دلوقتي ما فيه شريك كان معي شريك بس هو بمفتح شركة تانية وبرضو شركة كبيرة وإحنا الاتنين شغالين في لفظ المجال يعني ما فيش اختلاف حضرتك بتعتمد على تسويق منتجاتك إزاي إزاي بتسوق للمنتج بتاع حضرتك التسويق بيكون فيه كذا نوع من أنواع تسويق فيه مثلا تسويق عن طريق الشارع اللي هو دعاية عن طريق الشارع بنكون موجودين في الشارع مع الناس وفيه تسويق تانية عن طريق فيسبوك أو للإستجراء أو بالضبط كان حضرتك شايف إن التسويق الإلكتروني بيحقق نتيجة وفعالية أكتر ولا التسويق في الشارع اللي هو التواصل المجتمعي هو على حسب المنتج بس إحنا المنتج بتاعنا تقريباً الناس أكتر دلوقتي بتبقى عادة على الفيس أكتر عادة على الانستجراء كلام ده تمام إحنا عايزين نعرف الناس يعني نحستوهم كده إن هما يشتروا الفلتر ونعرفهم إيه أهميته وبيعمل إيه في المياه إيه اللي ممكن يستفادوا يعني عايزين نعرف ناس أكتر عن منتج حضرتك هي طبعاً المياه تقريباً بتشكل تلتين جسم الإنسان كل التفل أو الشخص الكبير سناً بيبقى محتاج مياه في يوم عادي على أقل 2-3 لتر فالطبيعي اللي هنشره مياه ناقية يعني تكون معاكمة ومعالجة فالفلتر بينقل مياه فيه النوعين من الفلتر فيه فلتر تنقية وتعقيم وفلتر تنقية ومعالجة فالعميل بيختار دوت على حسب المنطقة عنده على حسب نسبة المعادل اللي موجودة في المياه حضرتك بتساعده في الاختيار ده؟ اه طبعاً يعني حسب المنطقة المنطقة بتحكم يعني مثلاً هو سكن في منطقة معينة بيبقى احنا عارفين المنطقة دي تي دي اس بتاعها كم أو نسبة المعادل اللي موجودة في المياه فيها كام فبنحاول نوفره المنتج اللي ينفع في المنطقة عنده أو في المكان عنده تمام يعني حضرتك بتقدم خدمة متكاملة بتعرفه الأول هو محتاج ياخد أنه نوع من الفلاتر وإيه الحاجة اللي ممكن يستفدها منها بالزبط كده أو برضو في نفس الوقت بتديره الصلاحية اللي هو يدفع بالطريقة اللي هو عايز يعني حضرتك بتتيح طريقة الدفع اللي هو عايز يعني أنا بحدد سعر الجهاز وعلى عشر شهور بيدفع بالطريقة اللي تعجبه يعني حضرتك عندك تأسيد عندي تأسيد على عشر شهور وبردو في البيع عندك تجزئة وعندك جملة بالزبط كده تمام تحب تهدي نجاحك ده مثلاً لشخص معين حد وقف جنبك بيقدم لك الدعم معنامي تمام منحي والد حضرتك في المكان حضرتك بإذن الله نوي في الفترة الجاية تطور المنتج بطريقة معينة ولا أنت شايف أنه وصل لمرحلة تطور مش هنطور بعدها يعني في حاجة بتفكر أنك مثلاً تستوردها تعلي بيها جودة المنتج آه بالفعل احنا جايبين حاجات جديدة شوية يعني الفلتر أرقوة والفلتر اللي موجود في السولة في خزان ومطور معروف اللي هو فلتر بس احنا بنعمل حاجة جديدة اللي هو فلتر بمبرد بيطلع ميا ساعة وميا سخنة كل ده موجود في حاجة واحدة تمام يعني حضرتك إذن تتحقق جودة معينة طب والأسعار بالنسبة للأسعار الأسعار عندنا على الأسعار في السوق يعني سعر التقصيد عندنا هو سعر الكاش بر تمام يعني حضرتك برده نرجع ونقول بتقدم خدمة وتكاملة بالزبط طب تحب تقول إيه المصريين عن المياه وأهمية أنه هو يستخدم الفلتر هي الميا عمتا زي ما احنا قلنا هي تقريبا حياتنا كلها لازم يكون فيها ميا يعني تحسوهم إزاي أنه هما يعني تعرفهم إزاي أهمية الفلتر تحسوهم إزاي أنه هما يشتروا خاصة أن في ناس كتير بتقول إيه يعني لمشرب من الحرفية كده هي الميا من الحرفية أكد ما يفعلش مشكلة بس هي الفكرة كلها اللي هن عندنا فيه مواسير شرب فيه حاجات فيها مشكلة مع الوقت ومع الاستمرار يبقى فيكون فيه صدف المؤسير الكلام ده كله ما ينفعش يوصل الأطفال تمام بالفعل هي دي الفكرة طيب ها نطلع فاصل ونرجع لكو تاني ورجع نالكو تاني في برنامجكم رؤية مصرية مع رؤيتنا لشاب ناجح أستاذ أحمد عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أنواع الفلاتر وإزاي قدر أختار الفلتر يعني حضرتك تكلمنا عنها باستفادة شوية تمام إيه الأنواع اللي عنده حضرتك في الشركة هو حضرتك الفلاتر منقسمها لتلات أنواع فلتر بيكون منفلتريشت ده بينقل ميا بس ده مراحله بتكون كلها تنقية بيقوم اللي هو بيشير من مياه الشوائب البكتيريا الصدى الأتريبة الغازات مثلا زي جاز الكلور جاز الفلور ده بيتشاره عن طريق مرحلة تسمحوا بايبات كربون مثلا ده بيتشاره لجازات الموجودة بالمياه تمام أنا ممكن راشر حالتك مثلا مرحلة مرحلة في الجهاز أياريك تمام فهو الجهاز الفلتريشن ده بيكون عبارة عن خمس مراحل دوره اللي هو بينقل المياه بس مش بيعالج المياه ولا بيعقمها تمام ده هو أول حاجة في مجال التنقية تمام أول مرحلة فيه حاجة نسمحها بوليبرورين بكر دي نفزياتها خمسة مايكرون بتعمل عملية تفصل الشوائب والبكتيريا الموجودة بالمياه تاني مرحلة حاجة نسمحها حبيبات كربون معالجة ده بيتشاره من المياه الطعم واللون والريح المرحلة الثالثة حاجة نسمحها بلوك كربون ده بيعمل عملية تأكيدة على المرحلة الأولى والثالثة وبيشيري المواد العضوية والبيروجية تمام المرحلة الرابعة في الجهاز دي حاجة نسمحها بوست كربون دي زي حبيبات كربون معالج بوز الهند يعني الحاجة دي كلها في جهاز واحد آه ده كله ده في التazonف مبدو بينيدي هذا مNaشيه وكال dormit هوني ده اعلى مرحلة في الفلاتر؟ لا غلا snap تم حضرتك على ر startup ده فلتر رو ده يكون اعلى حاجة في الفلاتر ده فلتر رو ده يعمل معالجة من المياه بيعالج المياه ازاي؟ الواحدة الرابعة في الجهاز حاجة اسمها الممبرين او واحدة الار او دي النفا زي بتاعتها بتكون خمسة ماكرون النبات ده نبات اسمها استات السيلوز ملفوف عشر تلاف لفها شوية بيعمل عملية صنفرة لزرات الملح الطبيعي اللي احنا شكل زرات الملح عندنا بروري لما بيخش فيها التحالب والبكتيريا والصدى والكلام ده بيكون شكلها ابري فهي بتحول زرات الملح من الشكل الابري للشكل البروري فبالتالي مش بتعمل حصه عاكلة او اتريبة عاكلة او الكلام ده كله تمام الفلتر ده بيكون سعره ايه؟ حسب نوع الفلتر يعني احنا عندنا كذا سعر الار او اللي حضرتك بتقول عني الار او برضو عندنا ليه كذا سعر حسب البلد المنشأ بتاعته تمام وحسب جودة كل قطع فيه يعني هالفكرة كلها السعر اللي علاقة بالجودة يعني كل ما السعر ارتفع بيكون الجود ده افضل يعني حضرتك دلوقتي انا جيت لك وقلت لك انا عايزة فلتر وانا وليكن سكنة في محافظة مثلا اسكندرية حتنصحني بانهي فلتر يعني ان نوجه نصيحة كده لأهلنا في اسكندرية لو المنطقة مش سحلية يعني مش مثلا مش جنب البحر يعني مش عندنا مثلا في اسكندرية العجمي وواحده عشرينه وكلام ده بعد بيكون منطقة سحلية فبنحتاج فلتر بيكون جودته عالية شوية عشان يستحمل نسبة الاملاح بيكون في حدود كام 1000 جنيه تأسيد تأسيد على عشر شهوره بيكون بدون مقدم أصب تمام يا حضرك بتقدم خدمة متكاملة وبنركب الجهاز وبندي عليه ضمان وبنعمل معا حاجة اسمها سيانة دورية يعني كل فترة بنعمل سيانة للجهاز وبنختبر المية وبنعمل سيانة مجانية لا بتكون السيانة مجانية الشماعات بس هي اللي بتكلفة تمام وفيه انواع تانية من الفلاتر ولا هو اللي حضرك بتقول علي ده فيه فلتر رو فيه فلتر فلتريشن فيه فلتر يو فيه فيه فلتر جديد ده هو اللي معنا ده فيه مبرد يعني فيه بيطلع ميا ساعة وميا سخنة ميا ساعة دينا نشرم منها ميا ساعة من نحتاجش تلاجة أو نحتاج ديسبنسر أو كده وبيطلع ميا سخنة بتوصل لمرحلة الغلايان يعني بتغنينا عن الكاتل اللي هنقدر نشرم منها الشاي يعني يقدر نشرم منها الشاي بالزبط وفيه كمان الجهاز أزون ده بيعمل عملية تعقيم عن طريق الأزون يعني هو بيرجع الفكهة والخضار لحالتهم الطبعية لو مثلا عندنا الخضار لما بنسيبه شوية مثلا في التلاجة أو كده بيتبل هو لما بنحط فيه جهاز الأزون ده لمدة عشر دقائق بيرجع الخضار والفكهة لحالتهم الطبعية يعني ده بيكون فيه مكان جوه الفلتر بنحط فيه الخضار لا هو بيكون فيه بيقى شكله عامل إزاي نشبه الفلتر العادي هو الفلتر ده شكله هو ديشتر هو برعة جهاز حجمه قدك يعني نفس الحجم ده بالزبط ديشتر شكل تاتش تمام بنختار الحاجة اللي احنا عايزينها عايزين ما يساعة بنختار ما يساعة عايزين ما يسوخنا اه بالزبط كمان فيه إغلاق للتفل عشان التفل ما يستخدمش الفلتر ففيه زي لك للأطفال اه زي يعني السنسور أمين بالزبط كم تمام دي كل الأنواع المتاحة عند حضرتك انا شايف انت رايك مغطي الموضوع بطريقة جبيرة بيزقى عندنا كمان محطات محطات تحليل يعني مثلا لو فيه مصنع فيه مستشفى فيه عمارة كاملة عايزة تركب فلتر فبنركب فلتر لها يعني حضرتك حضرتك ممكن تقدم خدمة انك اي عمارة عايزة تنقي المياة بتنقيق حضرتك بتعمل لهم بالزبط هي بترجع لعدد الوحدات اللي موجودة في العمارة يعني مثلا بتبدأ تعمل من كام واحدة حسب عدد الأدوار اللي موجودة في العمارة حسب عدد الشؤة اللي موجودة ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده وتكلفته بتكون عاملة ازاي هي التكلفة التكلفة بترجع اكتر لعدد الوحدات والمية اللي مفروض تطلع وعدد الليترات وحسب جودة المية مثلا في المكان ده هي جودة كده كده بنعالج المية تمام بس هي الفكرة كلها الانتاجية قدية يعني مثلا انا عايز محطة 400 جلون عايز محطة 600 جلون عايز محطة 1200 جلون هي حسب الانتاجية من حدد السعر تمام يعني بنختار الأول بناخد عينا من المية بنعمل لها اختبار في معامل تحاليل بنبدأ شوف ايه الحاجة اللي مفروض تشيل من المية تمام بنبدأ نشوف المحطة دي بتكون كم مرحلة تمام وبتغطي عدد وحدات قد دقيقة وعدد شؤة كم شقة بنقسم طبعا يعني عدد الشؤة ده على الليترات بتاعت المحطة والجلون بتاحها وبنحدد المحطة دي بتكون كم جلون بالزبط تمام هنطلع فاصل ورجعن لكو تاني استنونا لأن الموضوع شايق ومهم امستيا شركك للنجاح هو انت يفعل مباب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المسل بيقول اد لاش لخباسه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويب سايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بلعمل بتوعك وارجع نالكو تاني استاذ احمد كلمنا عن الجروب بتاع العمل مجموعة العمل هل شباب هل في عندك مهندسين من زوي الخبرة يعني كلمنا عن الشركة عاملة ازاي احنا عندنا الشركة بتنقسم إلى ثلاث اقساب كسم مبعات ده المسؤول عن البيع جوا الشركة وكسم خدمة مبعات البيع اللي هي خدمة سيونة ومتابعة العمل وكسم فنين تمام كل كسم بيقوم بدورين هل اول خالص حسب الشغل اللي عندنا يعني احنا مثلا عندنا شغل تسويق عن طريق الشارع بيكون فيه مدير تسويق وبيكون فيه تسويق في الشارع بيجيب لنا التركيبة بنركبها وبنتباحها بعد كنا عن طريق خدمة العمل يعني اما بيكون عن طريق زي ما قلنا الاول اعلان ممول او شغل ترشحات يعني مثلا عميل ركب جهاز عجبه الفلتر بيبدأ مثلا يرشح حد من اصدقائه او حد من صحابه قريبه ده الشغل عندنا في البيع بعد ما ينبيع الفلتر طبعا في حاجة اسمها خدمة ما بعد البيع اللي هي خدمة التحصيل وخدمة السيونة العميل ده طبعا لو بياخد تأسيل بيكون فيه تحصيل منه كل شهر لو بياخد سيونة طبعا بنتابع معي السيونة كل 3 شهور لو عنده اعطال في الجهاز بنتابع معي الاعطال وايه سبب العطل يعني مثلا اعمل ركب الجهاز حصل عنده مشكلة بيبدأ يتواصل مع الشركة بيبعطوله فني بيحلوله المشكلة اللي عنده تمام عندنا فريق الشركة حوالي 80 فرد كل فرد يعني كل مجموعة مسؤولة عن الشغل بتاعها بس كده ما شاء الله فريق اعمل كبير اه الحمد لله طبعا في روح تعاون ما بينكوا بتاخدوا قراء بعضوا في مشهورة بالظبط كده كلها بتكمل بعض تقريبا لان هو هي البيع لو ما حقناش خدمة بعد البيع مش هدعف نوصل لترشحات او عميل يجيب عميل فهي الطبيعي لما انا اخدم العميل كويس او لانا بعد البيع اهم من البيع لو انا بيعت العميل وما هتميتش بيه مش هيرشح لي حد وسبت بقى بازق او ما بصت اشتغل مش هيرشح لي حد فان الله حقصا بالفعل فهو الطبيعي لانا خدمة بعد البيع بالنسبالي اهم من خدمة البيع حدرتك فهم ماركتينج كويس جدا او عشان بقى لي كتير في الشورة تمام طب هل في بعض الصعوبات اللي وجهت حدرتك اثناء فترة انشاء الشركة في صعوبات وجهتك ايه تصريح يعني كلمنا كده بدأت يعني لو حد عايز مثلا شخص ما بيتفرج علينا شاب وعايز يبدأ يعمل مشروع وليكن هيعمل زي حدرتك تمام يبدأ يعمل ايه يعني انشاء الشركة انت عملت ايه لما جيت تبدأ اول ما جيت بدأت اخدت مكان تمام اه طبعا انا عمضيت العادة بتاعه وبعد كان سجلته وبدأت امشي في اجراءات الورقة بتاعي اللي هي السجل التجاري وبتقدر بيها اشيكون شجال صح اه هو الموضوع مش بيكون صعب بس ايه الفكرة كلها اللي انا اكون عارف ازاي هشتغل يعني مش هبدأ اللي اكون منظمة ازاي هشتغل وازاي هكمل يعني احط رجلي صح بس طب عايزين نصيحة من حضرتك لاي شاب بيتفرج علينا او لسه يشوفوا الحلقة تنصحوا يعمل ايه واحد متخرج وقاعد كده مش عارف يشتغل تنصحوا يفكر ازاي يفكر هو ينزل يشتغل مفضلش يعان يعني ينزل يشتغل يدور على حاجة يفهمها او يحبها ويبدأ يشتغل فيها سواء في مجالي او خارج مجالي ولا بالنسبة لنا انا لو في مجالي او عادرة ساعة في حاجة حده مفيش مشكلة هي الفكرة كلها طبعا كل واحد بياخد رزق او كده فهي الفكرة كلها مفيش مشكلة في ده خلص الفكرة بس ان انا بقى عارف انا عايزي ما بقاش قاعد ومستني شغل يجيلي او حد يجيبلي شغل او كده وما فيش حاجة اسمها صعبة او سهلة يعني انا حبدأ اشتغل وبعد كده هاجرم مرة واثنين وثلاثة لحد ما اوصل لحاجة اللي انا حبها واكمل فيها يعني الاسرار على تحقيق الهدف بالزبط كده او ابقى عارف انا عايزي ما اشتغلش وخلاص او ايه ما اشتغل الشغل عشوائي بقى حدد هدفه عشان يقدر ينجح فيه كده كده هيوصل لحاجة يحبها ويهتم بيها تمام حضرتك شايف ان مجال الفلاتر هيكبر اكتر في مصر ويبقى فيه يعني سوق ليه اكتر من كده او يعني موضوع يعني هينتشر ويبقى حاجة اساسية عند كل المصريين ان هما يستخدموها ولا هيبقى برضو يعني لا هو موضوع الفلاتر فعليا بدأ ينتشر تمام فترة الاولانية اول ما بدأنا شغلي كان موضوع الفلتر يعني ايه فلتر غريب او يعني ايه فلتر يعني عركة فلتر ليه لعلى بشرة المياه بقى ليه 20 سنة من حنفية بس دلوقتي مع الوقت ومع الاستمرار بقى تقريبا جهاز من ضمن الأجهزة الاساسية اللي موجودة في البيت تمام يعني الفلتر ما فيش حد مثلا بيتجاوز ما بيجيبش فلتر وبالاخص اللي مثلا اللي هو يعني كان موجود في بيته وفيه فلتر في بيته فهو تعود على مية الفلتر او تعود على طعمه معين للمية فمش هيرا في غيره بعد كده زي ما حدك مثلا بتكوني عايشة بره بتشربى مثلا مية معدنية بتيجي تشربى مية في مصر بما بتحسي باختلافه تمام مظبوث هي دي الفكرة حضرتك بقى بتعمل عروض من فترة للتانية كده على الفلاتر هو تعريباً دلوقتي المصريين بيحبوا موضوع العروض كلنا يعني واحنا بنشتغلش اللي ما يكون في عروض يعني دلوقتي بقى العروض هي اللي بتشغل الشيول أكثر معظم المجالات بقت كده اللي عرض نشتري هو الناس بتدور على حاجة اللي يعني أستفيد منها عليه السعر كويس وجودة كويسة فاحنا بنقدم عروض كويسة وبنقدم هدايا كمان على الترشحات يعني مثلا لو عميل عندنا اشترى فلتر وبعد كده جاب فلتر بيبدأ يتخصب له من الصوت بتاعته فلوس فممكن اشتري فلتر أصلا في الآخر خلص ببلاش يعني بتفعش فلوس أصلا يعني لو عميل بسا جاب لي 7-8 أولا ممكن ياخد فلتر ببلاش طب كويس شان الناس تكتهد بزافتك احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ أحمد ويا رب تكون الفكرة واصلت للمشاهدين وعايز اقول لكم ان احنا كلنا لازم نستخدم الفلتر لان هو حاجة أساسية حياتنا والمية هي معظم تكوين جسمنا اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة بوجهة نظر مصرية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة